طيب، بتاعنا نشوف الأرقام اللي معنا نبدأ باللعيبة على مستوى المشاركة والفعالية لعيبة الودات في الموسم الحالي في دوري أبطال أفريقيا الأرقام دي مش متعلقة بالموسم إجبالها لكن كنا معنا موسم دوري أبطال أفريقيا خلينا نبدأ مع الحارس المرمى في البداية هو يوسف المطيع تعودنا على التكنوتي اللي كان موجود ايه قصة التكنوتي يا فاروق؟ يمكن احنا معنا إحصائيات الأول طيب يلا ناخد الإحصائيات على الشاشة هو زي ما قلت لك أنه هم أفضل فريق دفاعي في البطولة داخل مروان بس أربع أهداف في عشر مباريات وده رقم قليل مش رقم كبير سجلوا عشر أهداف مش رقم كبير برضو مش رقم كبير زي ما قلت لك هم اعتمدوا أكتر على التنظيم الدفاعي والأداء الدفاعي أهداف من ضربات سابتة هدف واحد لكن دايما لعبهم حتى لو مش ضربة سابتة بإداروا يسجلوا من كرات متحركة لكن شبه الدربات السابتة وهي الدربات الرئاسية والكرات العرضية كورتين بتوع سانداونس كور عرضي كورتين يسجلوا منهم يعني أهداف من داخل المنطقة 73 محاولة منهم سبع أهداف أهداف من خرج المنطقة 33 محاولة منهم هدف وحيد أهداف بالقدم اليسرى هدف وحيد أهداف باليمنى أربعة أهداف بضربات رئاسية تلاتة متوسط الفرص المؤكدة في المباراة 1.6 عشر أهداف طبعا فيه أهداف يعني جون الثاني بتاع سانداونس أحرزوا مدافع سانداونس أهدافهم كلها لو رجعت بسيط عليها شبه بعض كلها أغلبها شبه بعض يعني يا تصويب يا كور عرضي متوسط إهدار الفرص المؤكدة واحد طبعا أرقامهم حتى في صناعة الفرص وإهدار الفرص مش كبيرة لأنهم بصنعوش فرص كتير متوسط التصويب في المباراة 10 و 6 وده رقم عالي لأنهم بيعتمدوا على عيبة وسط الملعب أغلبهم لعبة جيدة جدا في التصويب ولازم النادي الآلي طبعا بعد مطش النهائي طبعا البلوك ده الظبط البلوك مهم جدا أسمنت مسلح وأعتقد خلاص يعني تحليل أداء دلوقتي بالنسبة لنادي الآلي بقى يعني سهل المأمورية أكتر متوسط المراغات النجحة 7 و 7 متوسط دربات ركنية 4.9 متوسط استحواز 52.1 في المباراة الواحدة طبعا متوسط تمرير 322 تمريرة في المباراة بنسبة دقة 80% تقترر 80 و متوسط تمرير طولي في المباراة الواحدة تقريبا 30 تمريرة بنسبة دقة أو نجاح 54% طيب متوسط العرضيات 4.3 كرة عرضية في كل مباراة بنسبة نجاح 24% يعني كرة واحدة في كل مباراة بتنجح المتوسط طبعا متوسط إفسادة هجمات 16.7 متوسط التحامات 52 التحام بنسبة نجاح 51% متوسط خسارة الكرة 125 مرة في كل مباراة رقم كبير متوسط خسارة الكرة رقم كبير لأنه زي ما قلت لك هما بيعتمدوا هي أرقامهم يعني أنا محطتش طبعا في الخانة التانية عشان مشغلتش من دلوقتي بالمقارنات لكن لو حطت الأرقام دي جنب أرقام الأهلي هيكون شتان الفارق طبعا النادي الأهلي أعلى فنيا وده واضح زي ما قلت لك النسخة الوداد اللي قبل سفين كانت بالنسبة لنادي الأهلي اللي هو تقارن لا الأهلي أعلى فنيا بشكل كبير انت طالما بتلعب على ملعبك ولما بواجه فريق أنا أعلى منه فنيا لازم ما تدلوش التريجرز أو العوامل اللي تخليه قرب من مرمى عندي العوامل دي بتيجي إزاي؟ أقلل من المخالفات في وسط ملعبي والمخالفات اللي موجودة على حدود منطقة الجزاء مش بس هم مخاطرين في كمان المخالفات اللي بيصابوها على المرمى بشكل مباشر بسبب وجود ظهير الأيصر عطية الله واحد من أفضل لعيبة اللي بيسدده وسجل حتى هدف المباراة الأخيرة من كرة سابتة حتى الضربات السابتة اللي موجودة من الجنبين لما بيلعبوها دي الخطورة اللي موجودة الكروس كمان بتاع الضربات الركنية أنا في ملعبي ما دهمش الفرصة أنهم يقربوا من المرمى ما دهمش لا المخالفات ولا الضربات الركنية مش هيقدروا من لعب المفتوح يسجلوا بشكل كبير ما اعتقدش أنه هم فنيا هيندفعوا هيتمدوا على اللونج باس وحتى في الأرقام اللي شفناها اللونج باس عندهم عالي جدا مقارنة بالشورط باس لأنهم خارج ملعبهم قولنا بيلعبوا على جملة واحدة حتى كان بيعتمد جريده على حميد أحداد في المباراة اللي خارج أرضه بسبب سرعته ولما بيلعب اللونج باس بيقدر يسبق المدافعين لكن معزفين شوية تغيروا بدأ يلعب المهاجم السنغالي اللي بيقدر يستلم الكرة ويبني شوية اللعب ولكن ضد النادي الأهلي الكرة مش هتبقى معاهم أهم حاجة أهم حاجة أنا ما أقربهمش بالمرمى وما أدلهمش الفرصة إنه هم يبقوا قريبين أو يشكلوا أي خطورة على مرمى النادي الأهلي